السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله نتمنى تكونوا كابلين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي نتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال تمة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدد اليوم الاخوان سنتكلموا على المنصب القوي المنصب الهام اللي قدمته دول اتحاد الاوروبي للمملكة المريبية بقمعي الاخوان تشوفوا التفاصيل دي هذا الموضوع ولكن دائما كطلب الروتيني دائما الاخوان قطلب منكم انكم تلايكي و تبارتجي بخدر المستطع باش تعمل فائدة و كذلك باش نضمنوا الاستمرارية و لاول مرة شفت القناة و بطبيعة الحال اجب المحتوى دينا ما يبخلش عليها بالاشتراك ويفعل الجرس بجد ما يتوصل بالجديد وتتبعي الاوفية شكرا جزيلا للدعم ديلكم القناة و الضيوف الجداد مرحبا و الف مرحبا على بركة الله سوف ندخل الصور بالموضوع اخواني اخواتي دول اتحاد الاوروبي كيعطيه واحد منصب هام و منصب قوي للمغرب بحيث الاخوان في اعقاب عملية الانتقاء اللي قام بها الاتحاد الافريقي من ضمن مجموعة كبيرة من المرشيحين الرفيع المستوى و على الاساس ديالهم او على اساس معايير الشفافية و الاستحقاق و الكفاءة اخواني اخواتي تم تعيين سيد فتح الله سيرجمانسي اول مدير عام في تاريخ المفوضية الاتحاد الافريقي او كيندرج هذا المنصب الجديد اللي تم احداثه في ختام القمة الاستثنائية الحدية عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي في نوامبر 2018 في اطار الاصلاح الهيكلي لمفوضية الاتحاد الافريقي يكون سيرجمانسي قد ترقى الى اعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الافريقي وهو اللي كيندرج في اطار المسؤوليات الدولية اللي كيشغل هالسيد السيرجمانسي كامين عام للاتحاد من اجل المتوسط وغد يكون الاخوان السيرجمانسي مسؤولا على وجه الخصوص عن قيادة الحكمة الشاملة لهياكل مفوضات الاتحاد الافريقي وضمان تنسيق العملي بين مختلف قطاعات هذه المؤسسة الافريقية ومع الدول الاعضاء فضلا على المسؤولية ديال الحرص على ضمان الاداء الامتل للبنية التقنية الافريقية وقد تعتبر الاخوان تيقى اللي حضي بها يعني هذا الدبلوماسي المغربي المغربي السيرجمانسي شاهد على المصدقية اللي كيتمتع بها المملكة والموارد ديالها داخل الاتحاد الافريقي وفي افريقيا وكما تأتي في سياق يتسم بالالتزام المتواصل للمغرب منذ عودته الى الاتحاد الافريقي في يناير 2017 من اجل تنفيذ الاصلاح الشامل للاتحاد الافريقي وارصاء حكامة ادارية جيدة ومالية داخل هذه المؤسسة بحيث السيد سيرجمانسي تقلد وهو صاحب مصار ديبلوماسي حافل عدة مناصب وطنية ودولية رفعة المستوى فالى الجانب توليه منصب الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط شغل السيد سيرجمانسي على الخصوص منصب سفير جلالة الملك في باريس وبروكسيل اخواني اخواتي اهانئا للمملكة المغربية بهذا المنصب اهانئا للمملكة المغربية بالانجازات والتطورات والشراكات كذلك والتطور العملاق لرجع الدول يعني كي ضربوه الف حساب وحساب الدولة او للمملكة المغربية تحية الدبلوماسية المغربية تحية الجلالة الملك محمد الساتس نصره الله اخواني اخواتي ومشروع المملكة المغربية مع بريطانيا اخواني اخواتي خبر مفرح وصول اول سافينة تجارية محملة بالخضر والفواكه قادمة من المغرب نحو بريطانيا اخواني اخواتي تحية الدبلوماسية المغربية مزيدا من شركة مع الدول العظمى مزيدا من شركة مع الدول قوية وهنا اخواني اخواتي استقبلت بريطانيا أول سفن التجارية القادمة من المغرب المحملة بكميات كبيرة من الخضر والفواكه التي تحمل عبارة موضين مروكو تحية كذلك المملكة المغربية سفينة الشح المغربية وصلت لميناء بول بعد أن قطعت مصار بحرية مباشرا استغرق ثلاثة أيام بعد أن كان الوصول يقتضي انتظار ستة أيام حين كانت بريطانيا تابعة للاتحاد الأوروبي إخواني أخواتي هانئا لنا بهذه الإنجازات هانئا للمملكة المغربية كذلك بهذه الشراكات وأخيرا الخضر والفواكه يوصلوا لبريطانيا في واحد المدة لم تستغرقت حتى ثلاثة أيام وكان قبل ملكة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي كان ينتظروا ستة أيام عاد كيتوصلوا له هذه الشحنة أو عاد كيوصلوا له هذه الطلابية هنا إخواني أخواتي هانئا لبريطانيا بالخضر تزجى بالفواكه تزجى دي المملكة المغربية ولا عزاء للحاقدين تحية لكم كبيرة تحية المغاربة والمغربيات تحية الدبلوماسية المغربية ومزيدا إن شاء الله مزيدا من التألق للمملكة المغربية إن شاء الله يوم إلى يوم سنرى انتصارات في المملكة المغربية إن شاء الله الإخوان المغرب ديالنا سيزدهر المغرب ديالنا سيزدد الدول تضرب له ألف حساب وحساب شكرا إخواني أخواتي للحسن المتابعة شكرا للدعم لكم للقناة وجمعة مباركة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم 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 شكرا لكم